اشتركوا في القناة المصانع الذكية مبادرة وطنية تأتي في إطار دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة عبر قياس جهزية المصانع ومستوى النزج الرقمي وتمكينها للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وأتمتة التصنيع مبادرة المصانع الذكية iFactories هي مبادرة لدعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة عن طريق قياس جهزيتها لتبني الثورة الصناعية الرابعة ومستوى النزج الرقمي لهذه المصانع طبعا المبادرة أيضا في شقها الثاني تهدف إلى تمكين المصانع من الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية على أساس يساعدها لرقمنة التصنيع وبلوغ التصنيع المتقدم والمستدعم نعطيهم التصور نعطيهم الدراية المصانع نشرح للمصانع ما هي المصانع الذكية وشون عملية التحويل إلى الذكاء الصناعية والأتمتة زين هاي بدور المنظمة وراح نحنا نقيم 15 مصنع على السيريز برنامج السيريز طبعا بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة هاي دور المنظمة وإن شاء الله بعد راح نعد مقيمين من الوزارة حيث أساس أن أحلهم يقيمون مصانع في المستقبل ما يحتاجون إلى منظمة الخليج ولا يحتاجون حقا يساوون ذاتيا هم يقيمون المصانع تجهين هذه المبادرة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل تمكين تهدف إلى تحويل ذا الأتمئة مصنع إلى مصانع دكية بحلول عام 2026 علاوة على تأهيل وتدريب عشرين بحرينيا للحصول على الاعتمادية من أجهة المانحات العالمية إنسايت ليكونوا بذلك أول دفع من المقيمين المعتمدين عالميا لقياس جهزية المصانع لعملية التحول لمصانع دكية وتقييم نضجها الرقمي نشتغل بشكل مكثف مع وزارة الصناعة والتجارة لتدشين عدد من البرامج التدريبية تدعم فيها البحرينيين ليكونوا مقيمين لتقييم المصانع الذكية وجاهزيتها وبالتالي تمكن راح تقدم حلول ومنع مالية وحلول تنويلية لدعم المصانع مبادرة المصانع الذكية ستستند إلى تبني مؤشر سيريو والذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة تأتي مبادرة المصانع الذكية لتحفيز القطاع الصناعي وتسريع نموه وخلق فرص عمل واعدة في هذا القطاع الحيوي ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر